هي المباراة دي كانت مباراة عنق والزجاجة بالنسبة لبرامجز كان لازم ان هو وصل لمرحلة انا عندي اربع نقاط بعد ثلاث جولات زي بقيت الفرق اللي معايا طمعا هي المجموعة دي اصعب مجموعة خلينا متفقين اصعب مجموعة في المجموعة الاربعة فيها تنفسية عالية جدا ساندونز بخبراته لسه واخد بطولة الدارة الافريقية النسخة الاولى وهو منافس شرس في السنوات الاخيرة في دارة ابطال افريقيا مزيمبي كونغولي عنده خبرات كبيرة جدا جدا وناخد بنا نمزيمبي ده اللي هو كان اسمه انجل بير زمان فهو عنده خمس القاب في دارة ابطال يتساوم على نادي الزمالك في المركز التاني كان اكثر تتويجا في دارة ابطال افريقيا برامجز طبعا فريق صاعد وعد على الصعيد المحلي وكمان الصعيد الافريقي مش صاعد وعد ان هو طالع من درجة تانية لا صاعد ان هو بينافس او عنده تموح منافسة على الالقاب حتى لو لم يحقق القاب بحد الوقت والمفاجأة بتاعة البطولة النواذيب المورتاني اللي برضو يوصل للنقطة 4 بعد 3 جولت فكان مهم ان صاندونز كان نظريا هو عدى المرحلة الصعبة وتعادل مع صاندونز بجنوب افريقيا فالكل كان متوقع ان يكون في رد فعل اقوى في المبرارة اللي كان في استعداد دفاع الجوي طبعا في القاهرة ولكن بكل اسف صاندونز بخبراته عارف في سيطر على اللقاء اعتقد ان باتشيكو بدأ اللقاء بشكل غلط لدرجة عاز اقولكو ان لو شفته استحواز على الكورة في شوط الاولانية فقط كان صاندونز 67% برامدز 33% يعني كان صاندونز بلعب على ارضه يمتلك الكورة وسجل هدف وحتى تيبوه مكونا اللي جاب الهدف تصاب بعد كده ما اصرش على الاستراتيجية بتاعة الفريق وكمله وحافظه في الشوط التاني رغم من دفاع برامدز الهجومي حافظه على النتيجة عشان تتصاع مهمة برامدز بشكل كبير ده هيخلينا اسأل حضرتك باتشيكو ادار المباراة ازاي التكتيكل اللي لعب به وادار المباراة وفكرة برضو التبديلات اشتغل عليها ازاي للمداربين الاتنين بص لما تلعب صاندونز مربط الفرس بينها كوبينو هو نص ملعب لان صاندونز فرقة بتعرف تمتلك الكورة بشكل كبير انا اتفاجئت ان باتشيكو بدأ المباراة منزل فخر لقاي ومنزل فيستون مايلي الاتنين في خط الهجوم وكان معهم كريم حافظ برضو لعب كجناح شمال طب ازاي بتعمل كده وبتفضي وسط ملعب يعني لا فيه مصابة فتحي ولا فيه عبدالله السعيد انا ما كنتش عارف وجهة نظر ايه صراحة مهم جدا كمان مهم جدا طب حتى لو لقيا اه ممكن لك بدنيا مش هيقدر يلعب تسعين دقيقة انا متفق مفيش مشكلة لكن كان ممكن تخليه يبدأ ينزل من شهد تاني مثلا ويمسك اللعب طب مصابة فتحي فين مصابة فتحي لعب مهم جدا جدا بيفتح لك جابها بيقدر نمسك كورة هيعمل له هجمات خطيرة ففكرة ان تلعب باتنين مهاجمين او فاخر لقاء يلعب تحت فيستون مايلي انت فقدت نص ملعب وما استفدتش هجوميا يعني لمسكت نص ملعب ولا بقى ليك فرص هجومية قوية خلال اللقاء عايز اقولك الشوت الاولاني كان يعني زبطيك امتلاك كورة لبيرامدز اولال جدا جدا يكاد يكون نص امتلاك ساندونز الشوت التاني مصطفى فتحي نزل بعدها بشوية عبدالله ساعي نزل الشوت التاني امتلاك الكورة بقى اكتر لبيرامدز يعني احصائي الشوت التاني الواحده بيرامدز واحده خمسين في المات ساوربين يعني كان فيه افضلية نسبية البرامدز او على الاقل بقى فيه تساوي فيه امتلاك الكورة لكن الشوت الاول كان واضح جدا لنص ملعب كان منهار او كان بعيد تماما عن سيطارة بيرامدز واعتقد انه دفع التمن بالهدف اللي جه تزديد على بعد 25 او 26 يارضا فدفع تمن ده غالي ودخل فيه الهدف وسانداونز عنده قلت خبرات كبيرة جدا جدا عارف التمركز دفعيا بيرامدز جات له فرصة واحدة خطيرة في الوقت اللي بعد كده من بعد تسجيل الهدف لكن ما استغلهاش ومواطشاتك كبيرة الفرص فيها قليلة فلازم تستغل الفرصة اللي جيه لك عشان تخلص وتخطف دلوقتي سانداونز سبع نقاط مازين بسبع نقاط بيرامدز ونواذيب وأربع نقاط اعتقد المهمة بقت صعبة جدا جدا لبرانز طيب انت شايف ان باتشيكو هو اللي يتحمل المسؤولية كاملة بالخطة اللي كان حطتها بالشكل اللي كان حطه بالتشكيل اللي كان حطه ولا كان فيه ظروف مساعدتهش يعني اصابة الشناوي مثلا اعتقد ان دي ممكن تكون مؤثر نتيجة بيرامدز الأخرانية مع بلدات المحلة والعقوبات المادية اللي ندي عملها على اللاعبين برضو ممكن نخليه صعوبة الموقف أصعب يعني ولا هو كان فعلا باتشيكو يتحملها كبيرة كورت القدم انا بقول دايما ان كورت القدم لعبة جمعية يعني ايه لعبة جمعية يعني القصة مش مدرب بس مش لعبة بس مش إدارة بس هو مسلس متكامل لازم تكون إدارة وعية كواس جدا جدا انت عرفت بتدري الفريق بشكل جيد امتى بتعاقب امتى بتدي جزاءات امتى بتدي مكافآت دي نقطة مهمة يبا فيه كادر إداري فاهم وواعي بيعمل ايه وامتى يعاقب وامتى يدي مكافآت ناحية التانية وجزء التاني جهاز الفني بالقادرة المدير الفني ده برضو ضلع مهمة في المسلس الضلع التالي اللاعبين مدام حصلت خسارة ومدام فيه مشاكل فانا بقول لكم لا يبا فيه خلل ممكن في المنظومة كلها مش في جزء وجزء لا ربما يكون بتشيكو غلط فعلا فيه التشكيل اللي بدأ بين اللقاء او ان هو التصور اللي بدأ بين اللقاء يكون غلط فيه ويتحمل مسئولية لكن برضو اللي عابين اكيد عليهم مسئولية كبيرة موضوع الاصابات دي موضوع قدري وكل الادية بتتعرض له وقلنا استغرناه كلنا مبارح ان ما احمد الشيناه ومصاب توقعنا الشريف اكرامي يكون موجود لانا الشريف اكرامي هو العمقادة البودلاء ومايهوب طبعا او حد مايهوب الحارس الصاعد هو اللي وقف بس ما اعتقدش ان مايهوب يتحمل كتير على فكرة احمد مايهوب فيه كورة انفراد صدها كورة كتصعبة جدا 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 فهنا شايف ان هو حتى الجنة اللي دخل فيه ماقدر شلومه كورة كتصعبة تزيدة ارضية في وسط زحمة وغياب الرقابة من لعاب الوسط فهستابعت قصة صابت الشناوي لا في مشكلة داخل الفريق ممكن يكون في طموحات اللاعبين بشكل معين او انتو ناويين تعملوا ايه ربما في مشكلة في الحتة دي في مشكلة ان امتى اوقع اخر زي ما قلت من شوية وامتى كافي اللاعبة برضو الحكايات دي بحكايات الضبط وباتشيكو كالعادة احنا قلنا قلنا المشكلة بتاعته افموتش انبارها